محمد شيطان في شكل إنسان أتى الإلت كلها علشان الورث ومش بس كده وتأجر شليه ورح صيف علشان يهدي عصابه وتحس إن الجريمة دي إننا في علامات الساعة القبرى اللي قدامنا ده محمد عنده 29 سنة رجل شغال محامي من عزبة رستم التابعة لمحافظة الغربية شاب لسه في بداية حياته وكان شغال في مكتب محاماه وقاعد مع أم وإخواته في نفس البيت لكن محمد ده كان ورشطا كبير في شكل إنسان واللي قدامنا دي أمه اسمها بدرية عندها 55 سنة الأم اللي ربت وكبرت وسهرت على ابنها الليادي لحد ما خلته راجل لكن ما كانتش تعرف إن يوم ولدته إن هي على موعد مع نهايتها واللي قدامنا دي أخته اسمها أمينة عندها 23 سنة كانت متجوزة وعايشة حياة زي أي حياة لكن حصل بينها وبين جزها مشاكل واتطلقت وقاعدت مع أمها وأخوتها في نفس البيت وبدل ما الأخ يكون سند لأخته في مصاعب الحياة لكن كان هو السلاح اللي خلص عليه واللي قدامنا ده أخوه اسمه محمود عنده 16 سنة وبدل ما الأخ يكون سند لأخوه وظهر لي في الدنيا كان هو السلاح اللي خلص عليه وهنا تبدأ الحكاية محمد كانت حالته والمادية كويسة جدا يعني عندهم أرض بيزرعوها وعندهم بيت كبير وكمان عندهم مكان لتربية المواشي ومحمد كان بيساعد أمه بعد وموت أبوه علشان يكون في ظهرها وكانت حياتهم ماشية زي أي حياة لكن في يوم كل ده تغير لما أمه جات في يوم وقالت له إن هي هتوزع الورث عليه وعلى أخواته علشان من هنا محمد الطيب الغلبان يتقلب لشطان وفي يوم أمه جمعتهم كلهم وبدأت إن هي توزع عليهم الورث لكن في الوقت ده محمد ما وفقش على توزيع الورث لأنه كان عاوز النصيب الأكبر بحكم يعني إن هو الأخ الكبير ووقف في ظهر أمه والسند ليها والكلام ده لكن أمه في الوقت ده ما وفقتش وقالت إن هي هتوزع الورث حسب شرع ربنا محمد في الوقت ده ما عجبوش الكلام وما عجبوش تقسيمة الورث بتاعت أمه إن هي عايزة تدي كل واحد نصيبه حسب شرع ربنا لم هدومه من البيت وقعد في الضر اللي فوق وقعد لوحده وبدأ الشيطان يلعب مع ظهر كبير وبدأ محمد من هنا إن هو يعمل اتفاق مع الشيطانين وكانت أمه متعودة تطلع كل يوم تروح الأرض هي وأخوه واخته لكن في يوم الجيران لحظت إن الأم وعيالها ما بقوش يطلعوا بقالهم كذا يوم ولما كانوا بيسألوا محمد عن أمه هي مش باينة ليه لا هي ولا أخواتك كان بيقولهم قاعدين في البيت وأمي تعبنة شوية وبدأ محمد يمارس حياته عادي جدا بمعنى إن يروح المكتب المحماء اللي هو شغال فيه وبعدين يرجع يروح الأرض عادي ولأكن في حاجة حصلت علشان محدش يلاحظ أي حاجة وفي يوم حد من الجيران شم ريحة وحشة طالعة من البيت ولما سأل محمد بيقوله إن في ريحة وحشة طالعة من البيت قاله شكلها قطة ميتة وبعدها بيوم وبعدها بيوم الجيران شافت دخان كبير طالع من البيت ولما الجيران سألته عن سبب الدخان اللي طالع من البيت قال لهم دي سبالة وكنت بولع فيها وفي يوم محمد راح الشغل بتاعه اللي هو مكتب المحماء والجيران كانت عاوزة تطمن على الست بدرية اللي هي أمه وقعدوا يخبطوا على الست بدرية محدش رد عليهم وفي الوقت ده اتصلوا بحد من قريبها ولما قريبها جيه قعد يخبط كتير محدش فتح له وفي الوقت ده كسر باب الشقة هو والجيران علشان يتفاجئوا بريحة وحشة جدا ولقوا لحم كتير متقطع في كل أجزاء الشقة وكل حتة مرمية في مكان شكل حتى الراس متقطع وملهاش ملامح الناس في الوقت ده قعدت تصوت وكل الناس كانت في حالة صدمه محمد في الوقت ده كان راجع من الشغل بتاعه والغريب ان محمد كان جايب معاه كذا جركن ميت نار كان جايبهم علشان يحلل بيهم بآية الجسس ومحدش يقدر يكتشف الجريمة بني آدم حقير اللي عنده دين ولا عنده حتى ضمير نسي أمه اللي تعبد طول حياتها في تربيته ونسي أخواته اللي ناموا ولعبوا وأكلوا مع بعض طول حياتهم علشان يخلص عليهم كلهم علشان الورث هنقول ايه غير حاسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يعمل كده نكمل محمد في الوقت ده وهو راجع لما سمع الناس بتصوت عند البيت رمج جراكن وجيري والناس في الوقت ده اتصلت بالشرطة ولما الشرطة جات ما كانتش قادرة تتعرف عليهم مين أمه ومين أخته ومين أخوه محمد ارتكب الجريمة دي ازاي؟ محمد لما كان قاعد في الشقة الوحده عمل اتفاق مع الشيطان وقرر ان هو هيخلص عليهم كلهم عمل نفسه ان هو اختنع بكلام أمه وان ما فيش اي حاجة وهو وافق على تأسيمة الورث وفي يوم وهو جاي من الشغل بتاعه جاب لهم حاجة ساعة وحط فيها مخدر وبعد ما خدرهم كلهم وناموا سحب أمه على الزريبة وكان في الوقت ده معاه من شار كهربائي وبدأ يقطعها أجزاء وهي صحية اجرام وحكارة ما فيش بعد كده وبدأ يعمل فخت واخوه نفس الموضوع سحبهم على الزريبة وبدأ يقطعهم لحطة صغيرة كل ده وهم صحيين وبدأ يشفيهم بمعنى يفصل اللحم عن العض وبدأ يحرق اللحمة دي الشرطة في الوقت ده كسفت التحريات وكسفت البحث عنه واتقبض عليه في كفر الشيخ وكان متأجر شليه بيصيف فيه علشان الراجل يهدي أعصابه مع ضوء الأمر والبحر بني أدم شيطان خلص على عيلته كلها علشان الورث وهو دلوقتي مقبض عليه وجار التحيقات معاه وكل الناس في انتظار حكم الإعدام عليه قل لي رأيك في تعليق في شياطين الإنس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر